اذا دعوني ارحب دكتورة جهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وحيث نتحدث عن العنوان الاهم لاقتصاد والشؤون والحكومة اهلا بك دكتورة بنوران دكتورة جهان اهلا بحضرتك خليني ابدأ بوثيقة ملكية الدولة وعايز اتوقف عند تعريف الدولة بمعنى هل الدولة المقصودة بالملكية هنا ملكية هذه الاصول او الاشياء هي مثلا الوزرات هل هي الجهاز المحلي محليات هل هي الخمسة وخمسين هي اقتصادية اللي موجودة عندنا مين الدولة في التعريف هنا كل اللي حضرتك قلته الدولة بكل مؤسساتها هي المقصودة في وثيقة ملكية الدولة يعني كل ما قدما يعني مش الحكومة فقط بما فيها الاجهزة النظامية بما فيها المحليات طيب طبيعة الامتلاك هنا مش كلها منشآت ومباني فيه اراضي كمال هل الاراضي مذكورة؟ هي الاراضي عملية تخصيص الاراضي الوثيقة بينتها يتم تخصيصها ازاي يعني احنا لو بنتكلم على تخصيص الاراضي هو بداية تخصيص الاراضي كانت احد النقاط اللي دايما المستثمر عنده فيها مشكلة ودايما المستثمرين والتقارير الدولية الحقيقة كان بتقول لو احنا جينا نبص على تصنيف مصر في الـ doing business مثلا تقرير ممارسة الاعمال بنلاقي انه موضوع تخصيص الاراضي ده كان فيه عندنا مشكلة لانه دايما المستثمرين بيشتكوا انه عملية تخصيص الارض بتبقى صعبة لما جينا ابتدينا نشتغل على الاصلاحات الهيكلية من حوالي سنة ونص كده في 2021 وابتدينا نبص على هيكل الاقتصاد بتاعنا ممارسة ممكن اسأل يعني ما كان الداعي او المبرر او الحافز في من سنة ونص انه يلا نشتغل على الموضوع ده لان احنا ملتزمين احنا 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 بنعمل اصلاحات الاصلاحات دي شق منها اصلاح مالي ونقدي وكان عندنا برنامج اصلاحات مع صندوق النقد الدولي اللي هو كان مالي ونقدي في 2016 بعدين لما انتهينا منه كنا بنشتغل على المرحلة التانية اللي هي الاصلاحات الهيكلية اللي احنا بنتكلم بقى على هيكل الاقتصاد نفسه فابتدينا ننظر استاذ اقتصاد كبيرة دكتورة هل الاصلاح لازم يبقى يعني متتالي ولا متوازي يعني اصلح ماليا وهيكليا واصلح اداريا ويعني استثماريا هو الاقتصاد علم الاولويات فبالتالي حضرتك لما تيجي تبتدي تعمل حاجة انت بتبتدي بالاهم في المهم فاحنا بنبتدي نقول الاولى ان انا اعمل رقم واحد وبعدين اجي ورا رقم اثنين كان المفهوم انه الاولوية الاولى والاصلاح المالي المالي والنقدي علشان خاطر اقدر اهيئ البيئة المناسبة للاصلاح الهيكلي وبالتالي اقدر اجذب الاستثمارات اللي احنا عايزين نكتذبها علشان نعمل استدامة في الاقتصاد بتاعنا فلما جينا اشتغلنا على الاصلاحات الهيكلية وابتدينا نشوف هيكل الاقتصاد محتاجين ايه اللي يتحسن فيه وبالتالي الاقتصاد بتاعنا اكثر استدامة واكثر جذبا للاستثمارات وخلق فرص العمل لقينا ان احنا محتاجين نبص على الاراضي ومنظومة الاراضي لانه كان فيه شكاوى كتير جدا بتيجي زي ما قلت حياتك التقارير الدولية كلها والمستثمرين بيقولوا انه فيه مشكلة فعملية تخصيص الارض وبالتالي لما جينا بقى نشتغل على الوثيقة برضه خ reminder حياتك هي الوثيقة زهرت دلوقتي ولكن الشغل فيها من قبل كده يعني هي الوثيقة احنا بقالنا سبع شهور بنشتغل فيها بناء على الاصلاحات الهيكلية اللي بقلنا سنة ونص بنشتغل فيها فاحنا من سنة الوثيقة مين اللي بيشتغل فيها فانده الوثيقة اللي بيشتغل فيها بداية احنا جينا اقولنا اصلاحات هيكلية احنا محتاجين اصلاحات هيكلية من ضمن الاصلاحات الهيكلية عايزين نشتغل على تمكين القطاع الخاص انه نسبة مشاركة القطاع الخاص لازم تزيد في الاقتصاد فده احد الاصلاحات الهيكلية الاساسية ال one of the main pillars الاساسيين اللي لازم نشتغل عليه طب علشان نمكن القطاع الخاص يبقى احنا محتاجين نشوف المشاكل اللي موجودة في بيئة الاستثمار علشان اقدر ان انا اخلي القطاع الخاص يتمكن ويبقى عنده تمكين من هذه المشاكل كان موضوع تخصيص الارض وبالتالي ابتدنا نشوف تخصيص الارض والمشاكل اللي موجودة ولقينا في الاخر انه تخصيص الارض ده لازم يكون عندنا اساليب واضحة للمستثمر في عملية التخصيص في اما بنتكلم على انه هو اللي عايز يشتري الارض او يتملكها فبيدفع تمن الترفيق بتاعها لانه تمن الترفيق ده بيبقى الدولة قامت به من بنية تحتية وتوصيل مية وتوصيل كهرباء من ارض ما كانش فيها كل الحاجات دي فلازم هو يدفع تمن الترفيق ده او هو ممكن ياخدها بحق الانتفاع فبقت عملية التخصيص هنا في الارض هو بيقول لنا عايز قطعة الارض دي قطعة الارض دي هي ممكن انك انت تمتلكها وبالتالي هتمتلكها يبقى تدفع حق المرافق بتاعتها او شايف انه ده كتير قوي انك تمتلكها ممكن تاخد حق انتفاع على حسب بقى العقد سؤال هنا مهم لانه سؤال تأسيسي يعني هل انا كدولة مأسمة الاراضي بتاعتي ومرفقاها فهو عايز قطعة سبعة عايز قطعة عشرة فيقتر طريقة ملكيته لها ولا هو بيروح يدور فان عايز قطعة 18 اللي من حتة دي للحتة دي فنشوف يا تبع مين ونقوله لا هو المستثمر بيجي يقول انا عايز اعمل مشروع مشروع ما المشروع ده عايز يكون قريب من المينة عايز يكون قريب من مصادر الانداد فالتبقا للقطعة اللي هو بيقول هو عايزها يعني هو اللي يحدد هو بيحدد في بعض الاحيان وفي احيان اخرى ما بيجي يقولنا انا عايز اعمل مشروع قولولي افضل مكان اكون موجود فيه عندنا ده عندنا ده يعني عندنا جنب ده جنب ميناء ضميات مثلا ارض ومساحات مقسمة مخصصة لأي مشروعات جنب المينة هتبقى عايزة في موضوع الشقن يعني هل ده عندنا ده وارد وموجود بس هو بقى برضو تاني بالزبط انه هو عايز هتبقى جنب ميناء ضميات فين او العين السخنة او غيرها يعني اه طبعا العين السخنة حالتك لو شفت احنا كنا لسه من اسبوع عشر ايام في منطقة شرق بورسعيد وبالارادي نفسها والمناطق نفسها هي في بالبعض منها مناسب لانشطة والبعض مناسب لانشطة اخرى وبالتالي بيتقل المستثمر انه هو لو عايز قطعة ارض علشان نشاطه ده مش افضل نشاط بنقوله لا ممكن تاخد القطعة دي لانه هي دي افضل لك في النشاط ده لو هو مصمم وهو شايف انه هيتحمل انه يبقى بعيد عن الموارد بتاعته او هو عايزها لسبب اخر غير اللي احنا شايفينه خلاص بيبقى هو بيشوف طريقة ده اللي انا مسألها يا دكتورة هل تملك الحكومة او الدولة خريطة الاملكة الاراضي وعرفة مزاياها مزاياها ايوه فتعرضها للمستثمر ايوه مش بتخلي المستثمر يوم بالمرحلة الاولى والبحث لا هو احنا كمان عندنا خريطة استثمارية هيئة الاستثمار عندها خريطة استثمارية المصر متوزع عليها مناطق مصر كلها الجغرافية محطوط عليها الاحتياجات بتاعة المحافظات وبتاعة المدن فلو انا عندي مستثمر جاي بالفلوس بتاعته ومش عارف هو عايز يعمل ايه انا بعرض عليه الخريطة الاستثمارية واقول له انت حابب عايز تستثمر في انهي منطقة طب عايز تستثمر في اي نشاط وابتدي اكون معاه في العمليات الاولية في الدراسات اللي بيعمل ما بيجوش لي بي يا دكتورة علشان في مشاكل اخرى غير قصة الارض وانا بقول لحياتك احنا عشان كده قصة الاصلاحات الهيكلية دي مهمة جدا ان احنا بنحط ايدينا على التغيير الهيكلي اللي احنا محتاجين نعمله فحضرتك بتيجي تتكلم على بيئة الاستثمار نفسها بيئة الاستثمار نفسها ما نتكلم عن مصر بصفة عامة كده مصر حضرتك عندك موقع جغرافي متميز جدا عندك عمالة المفروض انه هي مش غالية عندك المفروض انه حتى سعر العملة اللي هو يعتبر الجنيه منخفض وسعر الدولار مرتفع ده ميزة لانه هو بيدخل بقيمة دولارات تبقى عالية في البلد ويخرج بيها لما الجنيه شد حيله فده يبقى بالنسبة له بيحقق له عائد افضل عندنا حوافز موجودة ولكن ما كان موجود بعض العوائق او بعض الشوائب اللي بتخلي المستثمر يبقى الآن او مش متهيئ انه هو يبقى موجود الاصلاحات الهيكلية بقى خلتنا نبتدي نبص على هذه المشاكل علشان نهاية البيئة اكتر طبعا احنا بنعمل ده في وقت الدنيا فيه ديناميكية يعني احنا مش بنعمل ده والدنيا سابتة فاحنا بنشتغل على ده بعدين يجي الكافت فيروح مخالي المستثمرين يخافوا اكتر والدنيا تنغلق اكتر واللي عنده استثمارات او عنده فلوس يوقف ويستنى شوية وعلنتوش سياسة ملكية الدولة وقتها برده سياسة عشان كنا شغالين عليها بالضبط كده مثلا من احد النقاط انه كان المستثمرين بيقولوا لا احنا القانين من انه يبقى فيه مزحمة من الدولة لانه الدولة داخلة وفي المتطيب المستثمرين المحليين والمستثمر خارجي اللي هو النقطة الاولى مزحمة الدولة للقطاع القاس والنقطة التانية انه عدم قدرة جهاز الدولة في مصر على التسهيلات وعلى يعني الاغراء للمستثمر بل قائم على التعطيب فهو عنده مشكلة انه القطاع العام او الدولة وقده كل حاجة اشتغل في ايه والحاجة التانية انه جهاز الايدياري نفسه جهاز متعصي على الاستثمار طيب خليها ولي حياتك هو وجهة نظر المستثمر في النقطة اللي حياتك بتقول عليها هو شايف ان الدولة ممكن تكون اقوى منه في النشاط الاقتصادي فهو الان يدخل ليكون بينافذ الدولة او الدولة بتزحمه وبالتالي ممكن الدولة يكون عندها مميزات عنده فده ما يخليهوش يكسب المكسب اللي هو متوقعه او اللي هو عمل حساباته وبالتالي احنا بتدينا نقول انه عندنا الوثيقة بتاعت ملكية الدولة وانه الدولة بتعلن صراحة انه هي تتخارج من الانشطة الاقتصادية وتفسح المجال للقطاع الخاص انه هو يكون موجود وكانت الوثيقة الناحية التانية اللي حياتك زيما بتقول انه هو عنده العوائق دي او الان انه من الاجهزة الدولة مش على نفس السرعة اللي هو عايزها و time is money هو بالنسبة له الوقت اللي بيتعطله ده فلوس هو الان منها وخسرانها ودي بقى البيئة الاستثمارية او مناخ الاستثمار اللي احنا شغالين عليه ايضا فخليني اقول انه جذب الاستثمار هو شقين شق البيئة الاستثمارية نفسها اللي هي لها علاقة بالارادي وبالترخيص وبالحوافز وبالدرائب وبكل الميكانة وكل التسهيلات دي والشق الاخر هو الوضوح والشفافية فانه انا كدولة دلوقتي بافصح لك المجال انك انت تكون موجود وبعلن انه مش هيكون فيه مزحمة وبعلن انه هيكون فيه حيات تنافسي ودي نقطة مهمة جدا مكملة لموضوع الوثيقة لانه هي احد النقاط اللي اشتغلنا عليها بس ايه الضمانات يا دكتور؟ يعني انا اسمع كلامك اصدقك طيب هو انا ما عايز اشوف امورك فما استعجبし دي دلوقتي دي دلوقتي البراصس او العملية اللي احنا مشيون فيها الاجراءات اللي احنا مشيين فيها مثلا هقول له حياتك انه اول انبارح اول انبارح على ما اتذكر كان فيه عندنا اول مرة اللجنة العليا للحياد التنفسي دي اول مرة تشكل اول مرة يبقى عندنا الاسم ده اللجنة العليا للحياد التنفسي دي جاية من استراتيجية جهاز حماية المناصر احنا مفروض دور الدولة هو ايه؟ دور الدولة منظم دور الدولة هي اللي بتدع عندنا جهاز حباية المنصفة ومنع الاحتكار بالزبت كت وفيه احتكار من الدولة لا هو الجهاز ده المفروض انه هو يفاعل دوره زياد وده اللي دلوقتي الخطوات اللي بيتم اتخاذها انه الجهاز اولا هو مستقل تبعيته لرئيس الوزراء مباشرة وانه الجهاز ده لازم يقوم بدوره على اكمل وجه وعندنا قانون منافسة من قوانين منافسة محترمة جدا دوليا لانه برضو هارتك عارف احنا بنقارن مع الدولة الاخرى بقوانين منافسة بتاعتها واجهزة المنافسة بتاعتها والمؤسسات الدولية لما بتيجي تتكلم معنا بتشوف جهاز المنافسة بتاعنا وبتقعد وبتتناقش معاه وبتشوف قد ايه هو عنده حيادية واستقلالية الاستراتيجية بتاعت جهاز حماية المنافسة اللي تعرضت علينا مؤخرا اللي هي متسقة مع الشغل اللي بنعمله في الوثيقة فقالت لنا ان احنا محتاجين نعمل لجنة للحياد التنفسي علشان نبتدي نشوف المواطن اللي ممكن ما يكونش فيها المنافسة حيادية وتبتدي المنافسة تبقى حيادية وده اعلن تماما وبدروقتي تتحطي الخطوط العريضة لعملية الحياد التنفسي بتاعت اللجنة العليا للحياد التنفسي اللي هي اول امبارح عملت اول اجتماع لها وابتدينا نتكلم في الاستراتيجية دي مشكلة من خبرة؟ مشكلة هي رأسها رئيس الوزراء موجود فيها وزير العدل ماتبارك مستشارة رئيس الوزراء رئيس الوزراء يرأس كم لجنة؟ أربعين مثلا؟ لا انا مش عده هو بيرأس كم لجنة بس هو اللجان العليا اسم لجنة علية بتبقى برقاسه لكن فيه لجان بتنبثق عن اللجان العليا أو أمانة فنية اللي بتعمل شغل يعني مثلا اللجنة العليا الحياد التنفسي انا سألت السؤال دليا دكتورا لانه وكأن المهام كلها مهام يثقل بيها رئيس الوزراء أو مكتبه مش مهام لا مركزية او انه بتبقى مهام مركزية بتبقى مشكلة ان القرار مركزي واحنا بننظر لها بطريقة تانية انه هي يمكن لما تبقى عند رئيس الوزراء جاء واحدة ونخلص او ما يحصلش التضارب أو الأوفر لعب فبتتحل يعني الموضوع يتحل بدل ما تبقى موجودة في أكتر من حتة فعلشان كده ده بيخليها تبقى أسهل لكن مع الوقت السيستم هيبقى خلاص هو ده النظام اللي الأمور بتنساب فيه مش محتاجة انه أرجع تاني للمركزية اللي حدرتك بتقول عليها ولكن مثلا من ضمن اللجان اللي هي برضو متسقة مع الوثيقة ومتسقة مع الإصلاحات الهيكلية المجلس الأعلى للصادرات لأنه نحن من أحد الإصلاحات الهيكلية هو إحنا لازم ننهض بالصادرات لأن الصادرات هي العنصر المستدام في جذب العملة الأجنبية اللي احنا محتاجينها مستدام احنا مش عايزين ندور على عناصر غير مستدام فبالتالي احنا بنبص لستراتيجية التصدير المستراتيجية التصدير دي مش التجارة والصناعة فقط لأنه كل نشاط اقتصادي هو ممكن يكون نشاط بيصدر وبالتالي محتاجين أن احنا ننظر للرؤية بتاعت الصادرات ونبتدي نتكلم على نوعية الصادرات بتاعتنا فدي مش فقط التجارة والصناعة ولا فقط البترول ولا فقط قطاع الأعمال لا هي بتبقى مجلس أعلى للتصدر أنا بصدر يعني أنا كموزيق بصدر بالضبط كده بل ما مش عال مع خنوات أجنبية ومعرويات بتاعة الصادر بسدارة مش عايز تعال معك كموصدر يا دكتور ما هو بقى علشان كده احنا فيه عندنا برضو من ضمن الإصلاحات القانون بتاع الملكية الفكرية والخدمات تصدير الخدمات والخدمات الهندسية ده حضرتك بتقول بتصدر طب احنا كعندنا بدون بس ذكر أسماء مصانع بيعملوا خدمات مرتفعة القيمة المضافة جدا وهي خدمات فكرية وبتروح بتطلع برة لدول أخرى ولكن مش بتدخل من ضمن الصادرات لأنه هي مش معتبرة كمنتج وإحنا بنشتغل دلوقتي على أن يبقى عندنا القوانين بتاعة الملكية الفكرية والخدمات وتصدير الخدمات والخدمات الهندسية علشان أقدر أعتبر أنه ده من الصادرات فيدخل فيه الميزان التجاري بتاعي ويدخل فيه ميزان المدفوعات ده إصلاحي كانت أظن الجميع في انتظار مثل هذه القوانين المكملة الضابطة بذب لكن كل ده هيجي على مشهد سياسة ووثيقة ملكية الدولة كل ده بيتكامل معي يعني ما هو برضو حضرتك السياسة ملكية الدولة والوثيقة بتاعة ملكية الدولة هي بتتكلم في تخارج الدولة من الأنشطة طب ما أنا لما هتخارج من الأنشطة عايزة الملعب قدام القطاع الخاص يبقى مؤهل وممهد علشان يقدر أنه هو يكمل المسيح لما سألنا نفسنا عن تخارج الدولة هل سألنا نفسنا عن تدخلها يعني ليه تدخلت سألنا نفسنا ليه تدخلت لا الإجابة هنتظر بعض الفاصل إنها إجابة مشوقة جدا ليه تدخلت الدولة وبعليلي عايزة تخرج فدخول الدولة غير خروجها لكن تعالوا نشوف إزاي إذن حديث القاهرة عدنا إلى حوارنا مع دكتورة جهان صالح مستشار رئيس الهزرة للشؤون الاقتصادية وبنتكلم عن وسيقة ملكية الدولة وكان يعني النقاش حول متى تدخلت الدولة ولماذا تدخلت كي تتقارج سألت دكتورة بأمانة وبشفافية شديدة قالت أدرسنا دكتورة جهان لما درست تدخل الدولة طلعت بإيه طيب خليه أقول حضرتك قبل ما نتكلم على مصر أتكلم بصفة عامة في العالم تدخل الدولة بيبقى موجود إمتى دايما تلاقي كده في الأوقات اللي بيحصل فيها أزمات أو ركود أو خروب أو ثورات دور الدولة بيبقى مهم جدا لأنه بتبقى الدنيا خلاص بتفرط من بعضها بتقع وبالزبط ومن أيام الحرب العالمية ومن أيام يعني جون ماينرد كينز في الاقتصاد لما تكلم عن دور الدولة في الاقتصاد وتدخل الدولة في الاقتصاد وقد إيه هي لازم تكون موجودة هي بتكون موجودة لما يكون فيه ركود علشان ترفعه برهيات على طول بالزبط من مستوى بطالة مرتفعة بالزبط من مستوى بطالة مرتفعة يبقى لازم أتدخل علشان أبتدي أخلق فرص عمل وأعمل أنشطة وأعمل بنية تحتية فأوظف عمالة فأطلع أخلي مستوى البطالة يقل وأخلي التشغيل يرتفع أيام الفينانشل كرايسيز للأزمة المالية العالمية في 2008 في أمريكا اللي هي بتعتبر من اقتصادات الحرة واقتصادات السوق اللي هي تدخل الدولة فيها قليل لقينا أنه أوباما لما مسكوا هو من الديمقراطيين كان عمل ضخ لي دولونك بأيسية بشركات كبرى علشان يسند الاقتصاد في الوقت اللي كان بيحصل فيه انهيار في الاقتصاد صحيح لما نيجي بقى المصر حضرتك بقى تيجي تبص على المشهد بتاع القطاع الخاص والدولة هنلاقي أنه في الوقت بتاع 2008 ده الخبط اللي حصلت للعالم كله مش بس المصر وبالتالي القطاع الخاص حصل له نوع من الهزة أو حصل له نوع من الربكة لأنه فيه أزمة مالية عالمية ومش معروف الأزمة دي تدعياتها هتبقى عاملة ازاي نيجي بعدها حضرتك تلاقي ده طبعا أصر فيه 2011 15 يناير 30 يوليو يعني 2008 دي أصرت فيه معدلات النمو بتاعت الاقتصاد وأصرت فيه التشغيل والبطال جينا بعدها ابتدينا يا دوب هنشم نفسنا شوية 2011 2011 زي من حياتك عارف السنة بتاعت 2011 دي معظمها إضرابات وإغلاق بنوك أفلة بالضبط وبورصة أفلة وبالتالي معدل نمو الاقتصاد انخفض ومستوى البطالة ارتفع جينا بعد 2011 حضرتك فيه مشهد عدم استقرار سياسي ابتدت الاحتياطيات بتاعتنا تنفذ الأجنبية التصنيفات الدولية بتاعتنا تقل المشهد ده كله القطاع الخاص فيه مرتبط جدا مش هيقدر يقوم بالدور حجم السكان بتاعنا محتاجة بالضبط كده وحياتك عندك معدل بطالة مرتفع وصل تقريبا 13% في المرحلة دي معدل نمو منخفض تقريبا 2.5% وطموحات كبيرة جدا للشعب بعد الثورة وبعد الفترة العصيبة اللي مر بيها ما كانش ينفع نقعد منتظرين إنه القطاع الخاص يبتدي يستجمع نفسه علشان يعمل المبادرة دي نضيف على كده إن احنا كان عندنا بنية تحتية مش أفضل بنية تحتية علشان تكتذب كهرباء الغاز بالضبط علشان تكتذب المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب فمين اللي هيعمل ده؟ يقول لك أبدي مصنع زي وما في شبحاته الكهرباء بالضبط حياتك الكهرباء بالضبط كده الغاز مش وجود غاز كان لابد من بنية أساسية بالضبط كده فكان لازم الدولة تتدخل هنا علشان تعمل البنية الأساسية والبنية التحتية وعلشان تدفع بعملية النمو فمعدل النمو بتاع الاقتصاد خلي برا حياتك طول ما معدل النمو منخفض المستثمر برا ما بيبصش عليه لأنه هو شايف إنه الاقتصاد ده ما عندهوش الأساسيات اللي قدر أدخل بيه السواء بيدرس برضو معدل النمو بأموال متدفقة من الدولة ولا بيه سوء قدر على الاستثمار فإحنا جزء كبير من معدل النمو بتاعنا بيزيد علشان إحنا بنضخ بنية أساسية بنشغل فالدولة هي اللي بتعمل برضو مش هي اللي بتجلب ما هي الدولة بتعمل إلى أن قررت إنها تتخارج ما هو الدولة دلوقتي عملت ده في الفترة اللي فاتت وقلدت حجم البطالة وحطت البيئة التشريعية والقوانين وابتدت بعد الوقت يتقول خلاص أنا دوري كدولة في الجزء ده هنسحب منه علشان الطريق بقى ممهد للقطاع الخاص إنه هو يدخل السياسة بقى بتاعة ملكية الدولة إحنا الدولة قرارة تخرج من أشياء بنسب ومن أشياء بشكل نهائي على أي أساس تحدد القطاعات دي نوعا جانا جماعة الجرافيك بتاع الخروج ونسبه مهم أولا أول رقم يا دكتورة إنه الدولة تملك 78% من الاقتصاد ده جيب مين ده من الاستثمارات من اللي احنا بنتكلم على توتل أو يعني المجموعة الكلي لعملية الاستثمارات لا ده معدل بطالة ده المجموعة الكلي للاستثمارات اللي بتضخف الدولة 78% منها دي استثمارات بتاعة الدولة في مشروعات قومية أو مشروعات عملاقة أو المشروعات اللي الدولة دخلة فيها والباقي هو القطاع الخاص دلوقتي الشفت اللي عايزين نعمله إن احنا نقلص دول الدولة ونعلي دور القطاع الخاص وبالتالي بنطمح لأكتر من مضافة دور القطاع استثمار القطاع الخاص بدل ما هو 30 عايزينه يبقى 65 يعني أكتر من الضعف ده طبعا ده شكل المعايير أو اللي قررته على أساسها لحد الأنشطة للدخول والخروج أنا برضو عايز أقول لحضرتك والمعايير دي أصددي ودي ورش عمل كتيرة جدا اتعملت ونتاج شغل اتعمل مع خبراء اقتصاديين وناس في مجال الأعمال وخبراء دوليين ومؤسسات دولية ديتنا الخبرات بتاعتها بس برضو علشان نبقى يعني بمنتهى البساطة هو الدولة بتدخل في إيه السلع اللي الدولة تنتجها أو إيه النشاط الاقتصادي اللي الدولة لازم تكون موجودة فيها ده في علم الاقتصاد بنتكلم عن أو السلع العامة دي ما ينفعش حد يعملها غير الدولة السلع العامة دي هي السوق اقتصاديات السوق بتفشل في إنها تقوم بيها زي ما نيجي نتكلم مثلا في خصائص لهذه السلع السلع العامة دي بنقول عليها إنه هي ما تبقاش تنافسية وأنه هي ما تبقاش إقصائية يعني احنا بقول non rival و non exclusive دول خاصيتين أساسيتين علشان أقول إنه دي سالة عامة مثلا ما يجي نتكلم فيه إنارة الشوارع دي سالة عامة القطاع الخاص لما يجي يعملها ما ينفعش إنه هو يخلي واحد يعدي في النور أو ما يعديش عشان هو ما دفعش لكن الدولة لما بتعملها وبتحط نور في الشارع أي واحد دفع درايب مش دفع درايب ما عدي من هنا ساكن هنا مش ساكن هنا خلاص ده دور دولة لازم تعمله هي ممكن تكون في السلعة العامة دي السوق بيفشل السلعة العامة دي بسمية خدمات ولا لازم تبقى سلعة عامة لا ما طبعا بخدمات هي سلعة وخدمات يعني هي كلمة بس public goods بالإنجلش اللي هي بتترجم كأنها سلعة عامة مش مقصود بيها إنه يا سلعة طبعا التعليم طبعا البيئة طبعا الصحة طبعا الدفاع والحماية اللي هي سلعة وخدمات الاتنين مع بعض ده دور دولة أساسي ليه دور دولة أساسي لأنه لو اترك للسوق السوق بيغفق فيه يعني حتى في الاقتصادات اللي بتعتمد على السوق الحر تلاقي إنه الأنشطة اللي بكلم حضرتك فيها دي الدولة موجودة فيها الحكومة موجودة فيها لازم يبقى لأنه دي public goods ما يفعش تساب على طول ليه القطاع الخاص بتختلف من دول دول من أنظمة الأنظمة لكن موجودة بنسب يعني بالضبط كم بناءا عليه احنا جينا نبص على المعايير اللي حضرتك كنت جايبها دي فإحنا جينا نقول دلوقتي طيب هي public goods أو السلعة العامة دي موجودة في إيه فاتكلمنا عن السلعة الاستراتيجية أو تكلمنا عن المجالات الاستراتيجية المجالات اللي فيها نسبة مخاطرة مرتفعة وبالتالي القطاع الخاص هيعزف عن إنه هو يدخلها حجم استثمارات كبير جدا برضو القطاع الخاص ممكن يبقى الآن إنه هو يدخل فيها فقسمناها تبقى لي النظرية الاقتصادية لأنه دي الأنشطة القطاع الخاص ممكن يعزف عنها وبالتالي هي الدولة هتكون موجودة فيها ده بتقدير النشطة في العالم كله يعني المجالات دي قطاع الخاص مش جذبة له ومش مربحة أكتر فالدولة تشيل الجزء ده وبخصائص السلعة والخدمات نفسها يعني خصية السلعة والخدمة نفسها هي مش مربحة للقطاع الخاص لأنه هو عايز يعني عائد على الاستثمارات اللي عملها لكن الدولة هي عندها منفعة عامة بتاخدها من الاستثمارات اللي بتعملها مش بالضرورة يكون العائد مادي لكن ممكن يكون العائد هي المنفعة العامة يعني لما الدولة مثلا تعمل حديقة عامة ما الحديقة العامة دي هي من أو من السلعة العامة اللي هو الناس بتتنفس فيها وبتتنزه فيها وأي حد ممكن يعود فيها وأي حد ممكن يستمتع بيها ده القطاع الخاص لعملها هيعملها بتكت لكن الدولة لما هتعملها هتعملها إنها حديقة عامة بس في واحد ابن لازينة ياخد البوفي بتاعها ويطلع عين كل الناس اللي بيقش طب أنا عايز أسأل اللي بعد كده يا جماعة اللي هو الأنشطة نفسها كل النشاط الدولة تقش بكام أو تقرق بكام أنا بس عايز أسأل دكتور عام من ضمن كل الموجود ده في طبيعة أعمال وأنشطة الدولة مش موجودة فيها برا وإحنا موجودين فيها يعني فيه إصرار بمعنى أنه هل أنتوا تصورتوا أن مصر دولة ده طبيعة خاصة مختلفة عن باية الدول اللي بتستغنى عن قطاعات فيها بتشتغل في قطاعات أخرى الخروج ما ينفعش يبقى خروج مفاجئ لأنه ده ممكن يعمل ارتباك في وضع قائم دلوقتي ما فيش أي خروج مفاجئ ليه حاجة بتعلنوا لا لا ما أصدش أنا أصد أنه هو يعني أنه أنا لو عايب جيد راتي هقول أنا هسيب القطاع ده واطلع منه هسيب القطاع ده واطلع منه وإحنا شغالين في الدنيا ده لازم يبقى تدريجيا علشان ما يحصلش دروب وبالتالي النسب دي اللي حدرتك شايفها دي حاجات مبدئية هي ممكن أنه يحصل أنها تتغير وإحنا دلوقتي قاعدين ورش العمل شغالة وأنا بكلم خضرتك مثلا الزراعة تخرب 83% ابقاء مع تثبيت أو تخليط للتصمارات 17% من أصل كام؟ ما أنا معرفش ملكية الدولة في الزراعة دي كامل ما بدي يكون ملكية الدولة في الزراعة 5% لا ما هو ده الأنشطة اللي الدولة بتمتلكها هتخرج منها بقد كده أنا مش هقدر هتمتلك ايه فيها؟ يعني أنا ده بمتلك 100% فهخرج بالنسبة 83% لا ما هو أنا ما أقدرش كدولة أتكلم غير على اللي أنا بمتلكه فهو اللي أنا بمتلكه هو امتلاكي أنا 100% من أصل كام؟ أيوة؟ ممكن يكون أصل ضعيف أو يكون أصل كبير ولكن أنا بقول اللي أنا بمتلكه أنا مش همعايا دلوقتي لكن ممكن تبقى موجودة أه طبعا أه طبعا أه طبعا لكن أنا بقول اللي أنا بمتلكه ده اللي هو بتاعي 100% أنا بقول إن أنا هسيب منه 70% أو هسيب منه 63% هسيب منه 83% اللي هي طبيعة الزراعة كتخرج إزاي؟ إنه أنا لو أنا بقوم بالمشروعات بتاعة الزراعة دي هاجي بقى أشوف لو فيه مستثمر استراتيجي عايز هو ليحل محلي هل فيه شركة عايزة تبقى موجودة؟ هل فيه مثلا جمعية هيتم عملها هي اللي هتشتري مني؟ تبقى هي اللي بتقوم بالدور ده؟ طبيعة طريقة التخارج دي محضل دراسة لسه دراسة؟ لسه دراسة لكن كل السبل مطروحة يعني كل السبل سواء أن أنا هبيع تماما أو هدي حق الإدارة وأنا يبقى معايا الملكية أو أنا هطرح في البورصة ويبقى في عندي أسهم هل هي طرف التفاصيل يا دكتور جيان؟ بقى علشان كده التفاصيل دي هي اللي بنشتغل عليها دلوقتي أنا بقول لحضرتك القطاعات دي كلها كل يوم ما يلين ليه في التفاصيل وأنتم بتذكروا الموضوع؟ كل يوم فيه ورش عمل بتتعمل من خبراء ومن قطاع خاص ومن ناس متخصصة في المجال بنسمع ونشوف منهم كلام ونبص على تجارب وناخد آراء أيضا المؤسسات الدولية علشان نطلع زي ما حياتك بتقول بالخبرة والتجربة المصرية يعني أنا كنت بتكلم مع أحد المؤسسات الدولية من كام يوم وبعدين بيقولوا أنتوا بتبصوا على الدول الأخرى فالتولم احنا بنبص على الدول الأخرى علشان نشوف هم عملوا إيه بس مش عشان ناخد اللي هم عملوا بالزبط لأنه ما ناخد دكتور لا كل دولة معلش هو كل دولة عندها يعني متطلبات موجودة قبل ما تقوم بالخطوة دي فأنا كدولة لازم أراعي خصوصية وضعي ومتطلبات بتاعتي من حجم سكان من وضع ديمغرافي موجود من وضع أمي ما فيش دول في حجم سكاننا ودول في حلم اقتصادنا بصينا على السين بصينا على الهند بصينا على تركيا بصينا على سنغفورة بصينا على دول عديدة جدا بس ما زالت أنا مش بقول إنه الخصوصية إنه إحنا حاجة لوحدنا خالص بصينا على القلق الخاص بأنه دايما بقول إنه فيه ثلاث طرق لحل الأشياء الطريقة الصحيحة الطريقة الخطأة والطريقة المصرية لإنه بتبقى الطريقة المصرية فمتفهمش وايه بالضبط عارفة التأفيل مصري فإحنا من نفسي حلول من غير تأفيل مصري أنا بالعكس أنا بشوف إنه ممكن تكون الطريقة المصرية هي تجربة نجاح جديدة عملتها مصر تبقى للسياق بتاعها ما هي الطريقة المصرية في وقت كورونا نجحت يعني الطريقة المصرية بتاعتنا إحنا كانت المنطقة حوالينا قفلة إغلاق تام ومحدش يقدر يتحرك من بيت لبيت غير لما يبقى تريست بالبريسلت اللي هو لبسها وأوروبا ما تعديش من الشارع ده للشارع ده وإلا يمسكوك إحنا ما كناش نقدر نعمل كده وما نتحملش إن إحنا نعمل كده واقتصادنا ما يتحملش ده وطبيعتنا ما تتحملش ده فعملنا الطريقة المصرية اللي قدرنا بيها إنه نعمل نوع التوازن ده وكنا قصة نجاح قصة نجاح إنه معدلات النمو بتاعتنا الحمد لله كانت إيجابية في الوقت اللي معدلات النمو الأفريج بتاعها في العالم كان سلبي وحوالينا في المنطقة كانت سلبية وإحنا عملنا معدل إيجابي ففي الجزئية دي يلا نجح نجح كورونا يلا نشتغل على خصوصيتنا بحيث إن إحنا نقدر نعمل تجربة نجاح زي ما عملنا تجربة نجاح في الكورونا لكن ده مش معناه إن إحنا ما بنبصش للتجارب الدولية بالعكس إحنا بصين للتجارب الدولية وعندنا الخبراء الدوليين أفاديم بتقول لنا إيه التجارب الدولية التجارب الدولية يعني التخرج 3-80% من الزراعة بيتخرجوا إزاي؟ بيتخرج إنه زي بقول لحضرتك إنه بيجي وبيقول خلاص أنا المشروع ده أنا طالع منه حد يجي يشتريه يكون موجود مكان بس برضو مع وضع القوانين اللي بتضمن إنه المشروع ده هيدي الثمار بتاعته اللي مطلوب طب المشروع ده دكتورة فيه موظفين بتوع الدولة وبتوع الأجهزة أشكرك وبياخدوا المرتبات اللي شئوا شويات أشكرك أنا راجل بتاع قطاع قصو جاي أشكرك ومش عجبني التقم ده كله طب خليني بقى يعني أكون كده يعني يعني صريحة بالزبط ما لسه بول حياتك صريحة مع حضرتك كلمة التخارج وربطها بموضوع الخسخصة والناس تقول لها خسخصة لا مش خسخصة أصلا خسخصة كلمة سيئة السمعة هيا أقول حضرتك من وجهة نظر اقتصادية الترمينولوجي بتاع الخسخصة أو البرائمتايزيشن هو أحد الأدوات للتنمية طبعا هو الخسخصة بقى السمعة سيئة نتيجة إدارة سيئة لعملية الخسخصة أنا مش الخسخصة نفسها بالزبط وعلشان الخسخصة تبقى فعلا أنا بشوف هي بتتم تشوف التخارج خسخصة ممكن ممكن أنا بقول لها حضرتك ممكن وهي مش كلمة بالزبط كده ممكن وخليني برضا أقول لها حضرتك حاجة أنه الخسخصة لما كانت من أنجح التجارب في العالم وتعملت في إنجلترا أيام مارجريت تاتشر وتسمت على اسمها التاتشرزن ده هي ابتدت تعمل إيه هي ابتدت تشوف الشركات النكحة اللي موجودة عندها وتبتدي تباعها علشان تطمن المستثمرين أن أنا مش بديكو حاجة واقع أنا بديكو حاجة نكحة وبالتالي عن موضوع التخارج ده ابتدى أنه فعلا يبقى له نتيجة إيجابية في الوقت اللي هي عملت فيه كده كان بقى اللي حضرتك بتقول عليه اللوائح والقوانين اللي بتحمي العمالة فكان فيه اتحادات عمال ونقابات عمال وقانون عمل بيقول أنه العمالة دي لازم هتاخد حقوقها في حالة ما تم التخلص منهم أو في حالة ما تم توفرهم أو إعادة تدريب لهم وبالتالي علشان موضوع الخصخصة يكون ناجح أو ما يبقاش سيء السمعة في قانون عمل بيقول أنه دلوقتي لما بيكون عندي نشاط هتخرج منه هياخدوا القطاع الخاص والحاجة بنتكلم فيها هو العمالة هيحصل فيهم إيه هل هيتم تدربهم والاستعانة بيهم هل هيتم الاستغناء عنهم هياخدوا الخقوق بتاعتهم دي بقى الحالة ده كلام يشمل كل الملكيات بما فيها ملكية بعض أجهزة الجيش وبعض الشرطة لي الشركات عملية التخرج التخرج هيحصل من يعني احنا ما نستسنيش حد من التخرج حانش هيقول ده في أمن قوم على حسب النشاط ما أنا لسا أقول لحضرتك لو فيه نشاط أمن قومي وأنشاطة اللي كنت حررتك جايبها دي إنه هي أمن قومي وأمن استراتيجي لا هو ده بايدفولت لازم يكون بتاع الدول شاشين يا دكتوراه الإعلام أمن قومي ولا مش أمن قومي عندكم في الوثيقة يعني فهي تاني المعايير اللي بتتحط اللي أنا بتكلم على أمن قومي أو أمن استراتيجي بتكلم على نسبة مخاطرة مرتفعة بتكلم على استثمارات هي دي اللي بيتحطلها السيستم بتاع السكورينج اللي بنقول كل نشاط بياخد كم نقطة وبالتالي نسبة التخرج تبقى شكلها هي القطاعات شكل التخرج متعدد ومتغير بالزبط كده والقطاعات معادة تخرج بقى معادة تخرج يعني تقولتك خلال ثلاث سنين خلال سبعة سنين بالزبط كده الوفيطة عشان تخرج ممكن أستنى سنتين وسبعة شهور وباقي أعمل فكرة ليه ليه ثلاث سنين علشان العملية نفسها البروسيس نفسها اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي التفاصيل بتاعة التخرج اللي هو ما ينفعش يبقى فجأة علشان ما يحصلش الدروب ده ففي فيه قطاعات بعد دراستها ممكن يبقى التخرج فورا دلوقتي خلاص هتطرح وتتباع وحد ياخد لما درسنا لما نكون درسنا وشفنا أنه تأثير التخرج ده مش هيعمل دروب جامت مش هيعمل يعني ما يحصلش عندنا يعني وقع جامدة تأثر على المكتسبات اللي احنا أخدناها زي ما بقوله حضرتك احنا المكتسب طب بعتبارك مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي هل احنا نحتمل الاستثمار يقعد ثلاث سنين يستنى لما نقرر نقرب ولا لا لا يا فندم الاستثمار من دلوقتي أهلا وسهلا بي لا لملكية الدولة انت بكلمي على الـ 22% ولا على الـ 78% انا بتكلم على الـ 78% انا بتكلم على الـ 65% اللي انا عايزاهم انا عايز القطاع الخاصي بـ 65% ممتاز هل نحتمل احنا نقعد ثلاث سنين لسه بنتكلم لا احنا مش بنتكلم احنا بنشتغل حضرتك بتهيأ بيئة وبتعرض على المستثمرين وبيجوا المستثمرين يقولوا احنا عايزين فنبتدي نشتغل معاهم على اللي هم عايزينه ونضمن حقوق العمالة ونشوف الايكو سيستم نفسه هيبقى شغال ازاي الشغل ده مش اللي هو انا بقول استناني وكمان ثلاث سنين هبقى لك لأ انا بخشوف الشهية بتاعت بعد ثلاث سنين اللي بتورها سعر البترول مش يبقى سعر البترول وسعر الدولار مش يبقى سعر البترول وجدوى العملية في الشراء والبيع بقى تقترب على فكرة ده التدريج لكن هو لو انا هتخارج بنسبة سبعين في المية من المجال ده هتم على التلاث سنين لكن ممكن دلوقتي يبقى عشر وكنان شوية يبقى عشرين انسوءا لغاية لما وصل خلال التلاث سنين ان انا خارجت بالسبعين في المية اللي انا عايز اخرج منه وابقيت على التلاثين في المية شكرا جدا دكتور جهان صالح شكرا جدا نحن ذا اللقاء اشكرك انها سأسأل دكتور جهان بعد من حلقة تخلص الاعلام امن قومي ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته